موسيقى مساكم الله بالخير بشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج ما وراء الوجوه يعتبر النوم جزء مهم في حياتنا فلما يحدث خلل في النوم أو نوم الإنسان قد نصل إلى مرحلة تسمى بمرحلة الأرق أو اضطراب في النوم سنتعرف أكثر على الأرق وأسبابه مع الدكتورة إشراقة عوض المبارك أخصائية نفسية مستشال الله بالخير دكتورة إشراقة مرحب عليكم السلام ومرحب بك ومرحب بك وبالمشاهدين وشكرا على الاستضاقة إذن دكتورة إشراقة الله سبحانه وتعالى وهب الإنسان نعمة النوم وهب الكائنات البشرية جمعها بهذه النعمة وكذلك الكائنات إن كانت عاقلة أو غير عاقلة دكتورة إشراقة النوم نعمة لكن لو وصلنا إلى مرحلة الاضطراب في هذا النوم والإنسان لا يستلذ بنعمة النوم قد تصلنا في هذا الأمر إلى الأرق لكن ما هو اضطراب الأرق دكتورة إشراقة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة بأكد علي أهمية النوم بالنسبة للصحة العامة والصحة النفسية والصحة المزاجية والسلام والأمن الداخلي وكثير في النمو وفي التركيز وفي الانتباه فالنوم مهم جدا للإنسان ونعمة كبيرة ما تفضلتي من اضطرابات النوم كثيرة منها الأرق الأرق هو واحد من اضطرابات النوم والأرق هو عدم القدرة على النوم نعم أو عدم الاستمرار في النوم صعوبة في النوم أو صعوبة في الاستمرار في النوم أو عدم الاستقلاق في النوم أو أحيانا أنه استيقظ الإنسان مبكر وما يستطيع ينام أو النوم المتقطع يعني الواحد لا يصحى وينام ويصحى فهو مشكلة كبيرة بالنسبة له يؤثر في صحة الإنسان في صحة النفسية ويؤثر في زهن الإنسان ويؤثر كذلك في الصحة العامة نعم إذن دكتورة لو صنفنا بأن هذا الشخص قد يعاني للإضطراب كم معدل للنوم اللي ممكن أن قد يصنف هذا الشخص أن الشخص يعاني من الأرق تختلف احتياج الناس للنوم في ناس بيحتاجوا لنوم ساعات أكثر يعني لكن الشيء المعروف المتعارف عليه أن البالغين من 7 إلى 8 ساعات تحتبر هي فترة كافية جدا للنوم يعني أعتقدنا مشكلتنا في هذه الحلقة أو موضوعنا التي قلت عدد ساعات النوم أو الأرق أو النوم المتقطع إذا الساعة التي يعني هل يكون من 4 ساعات إلى 3 ساعات ممكن يصير أن في مشكلة أو في الطراب في النوم حسب الشخص في ناس 4 ساعات تكفين ويكون نشاطهم عالي ويكون كذا يعني يكونوا نشيطين ويكونوا مزاجون ونفسهم مطمئنين ومرتاحين يعني أو إصحى الواحد الصباح مرتاح وفي حد ينام 10 ساعات وإصحى الصباح مرهق وتعبان ويشعر بالنعاس خلال اليوم ويكون فيه خفات في أداوي ويكون ما عنده شهية للاكل فهي بتختلف من الشخص لآخر لكن الشيء المعضل الطبيعي من 7 إلى 8 ساعات للبالغين هي الفترة المفروضة أن الواحد ينام يعني ما هي عراض الاضطراب قلة النوم أو الأرق دكتورة؟ أعراض الأرق مثل ما ذكرت إنه هي إنه الإنسان إنه ما ينام أبداً أو ما يستطيع إنه ينام أو يكون ينوم بصعوبة شديدة جداً أو ينام ويصحى مستيغز وما يقدر ينام يعني ما يقدر ينام للصباح يكون صاحي يعني هل هناك أسباب بيلوجية أو هناك أسباب حتى نفسية في هذا الشخص اللي يعاني للاضطراب في قلة النوم؟ نعم من أهم الأسباب اللي بتأدي للأرق أو اللي هي مسؤولة عن أرق الدقوط والدقوط النفسية والتوتر والقلاق والمخاوف والإحباطات والنصدمات فأحيانا في أرق مؤقت يعني يكون مثلا نتيجة لمشكلة يعني واحد عنده مشكلة صار له فقدان عزيز أو صارت له مشكلة في حياته أو خسارة شيء أو خسارة عمل أو البطالة أو يكون في شيء يعني مؤقت عامل مؤقت أو سبب فده يكون مسبب بجرد ما زالت الأسباب يكون الشخص اللي يعينام طبيعي في أسباب طبعا كثيرة منها زي ما ذكرت الضغوط النفسية والتوتر العالي وعدم مواجهة مشكلات الحياة اليومية يعني فيه ناس بيقدروا أنه يتقلب ويتأغلموا على حياتهم ويقدروا يحلوا ما يكون عندهم صراعات وما عندهم مشاكل داخلية فهدول ما أكثر عرضة لي وأكثر عرضة الناس اللي يكون عندهم التوتر عالي مشاعر القلق مشاعر الخوف فهذه هي من الأسباب النفسية في أسباب صحية حيانا مثلا الأمراض مثل الأمراض المزمنة مثلا السرطانات والأمراض الأصحاب المزمنة في برضو بعض مثلا الضغط الدم في بعض الأمراض يعني ترتبط إلى حد ما مثلا بالأرق في أسباب مثلا وهي الحين المفتكر إنه هي السبب الأكثر شيء نركز عليه وهي السوشال ميديا نعم للشغال بالتواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي يعني الناس الواحد يكون جالس على تليفون أو جالس على واتساب أو كذا ويكون جالس فترة طويلة وما يحس بالوقت ويحسر خلاص إنه الوقت كثير مضى وإنه هو جالس اليوم الأول التالي بعد ذلك السرعة عادة بعد ذلك الساعة البريجية تنضبط على هذا الموعيد وتكفيس ساعات القليلة هذه أي و بعد ذلك ينام بسيط وصحة الصباح بمشاعة أكيلة وصحة تعبان وصحة مرهق شعور بالنعاس طوال اليوم بالفتر بوجود خفاض الشهية للأكل أعتقد الدكتور هناك نوعين للأرق هناك أرق مؤقت وهناك أرق متواصل لفترات طويلة الفرق بين الأرق المؤقت والأرق المتواصل لفترات طويلة الأرق المتواصل لما ذكرت المرتبط بأسباب وقتية يعني أنت فقدت شيء مثلا حالات الطلاق حالات مؤقتة يعني صار مشكلة فقدان عزيز أو فقدان شيء أو موت حد قريب أو كذا فذي عنده سبب مباشر وقريب جميل في البعيد ده اللي يكون أحيانا من الإنسان اللي يكون مثلا عنده مشكلات داخلية عنده صراعات أو نفس الأسباب البسيطة هذه يعني واحدة مثلا أو حد صار معه مشكلة في حياته اللي ذكرناه مثلا طلاق أو موت حد أو خسارة أمواله وشيء وصار معه أرق وما قدر يحل صراعاته الداخلية وما قدر تكيف على الموقف فيستمرت المشكلة فيتحولت من بسيط لمزمن وهنا طبعا أكيد بحتاج لها تدخل العلاي نعم إذن هذه الأمور أو الكبت الداخلي أو كبت المشاعر أو الصراعات الداخلية اللي ذكرتها دكتورة شراقة هل لها خطورة كذلك تتفاقم من موضوع الأرق في جوانب أخرى من نفسية وشخصية هذا الشخص؟ طبعا الإنسان شخصية الإنسان إذا كنا ما هي الشخصية شخصية الإنسان هي مجموع الصفات والانفعالات والوجدان والعاطفة والإنسان والحالة المزاجية دي كلها ويتمسل شخصية الإنسان فالإنسان في حياته اليومية فيه التفاعل الاجتماعي وبينه وبين البيع المحيطة فإذا التفاعل ده كان الإنسان قادر أنه يتفاعل قادر يتأقلم قادر يتكيف نفسه على البيع الموجود فيها والتفاعل الاجتماعي السليم هنا بتخفى الصراعات لكن إذا كان الإنسان ما قادر يتعامل عنده صراعات ما قادر يحله ما قادر يتعامل مع البيع الخارجية المحيطة فهنا تكسر الضغوط وتكسر المشاكل فالضغوط النفسية هي المسؤولة الأول عن مشكلة الأرق الضغط النفسي الكثير يعني نعم إذن التنفيذ وكذلك البعد عن الكبت أو كبت المشاعر يحل جزء كبير من مشكلة الأرق نعم إذن دكتور أشراق نكمل هذا الحوار لكن الآن ننتقل مع مشاهدي الكرام إلى فقرة مع الدكتور حكم الزمان هاشمي حول اضطراب النوم وقلة النوم فنتابع هذا التقرير أشعر بالأرق أشعر بعدم استطاعتي على النوم ربما يكون هذا الأرق متعلق بمجموعة من القضايا الأرق الناتج عن القلق وهناك فرق ما بين القلق والأرق القلق حالة مرتبطة بالخوف مرتبطة بالمجهول مرتبطة بصيغة الغد و مشاكل الغد و انعكاسات الغد دائما عقل الإنسان عندما يضع ذاته في قوقعة صغيرة داخل المشكلة بحد ذاته سيرى بأن هذه المشكلة هي أكبر شيء في الحياة لكن عندما يخرج خارج هذا القمقم سيجد بأن هذه المشكلة مجرد مشكلة صغيرة وتصغر في عين الكبير كبارها وتعظم في عين الصغير الصغائر أما حالة الأرق والتي تكون هي انقطاع الإنسان عن حالة قدرته على النوم أو الاسترخاء أو الدخول في حالة البعد الثالث كما يسمى بالجسم الأثيري لا نتحدث هنا عن التأمر التجاوزي ولا نتحدث عن الإسقاط النجمي وإنما نتحدث عن دخول الإنسان بشكل طبيعي إلى حالة الراحة يدخل إلى فراشه فجد نفسه لا يستطيع النوم ربما تكون متاعب الحياة ضغوط الحياة ظروف الحياة مؤثرة في عملية التفكير لكن هذا لا يعطينا المبرر بأن لا ندخل إلى حالة الاسترخاء والنوم إذن مشاكل الأرق كثيرة وعديدة أهم هذه المشاكل هي عدم تخلصنا من الطاقة السلبية قبل عودتنا إلى منازلنا نحمل كل هممنا ومشاكلنا وأعباءنا وتعبنا وإرهاقاتنا والإرهاصات التي تمر في حياتنا اليومية معنا إلى داخل بيوتنا فننقل هذه الطاقة السلبية من الأرق والتوتر إلى داخل البيوت ثم نسأل أنفسنا لماذا يتحدث المشاجرات والمشاكل والمشاحنات العائلية ما بين الزوج والزوجة وما بين الآباء والأبناء كل هذا لأننا حملنا الطاقة السلبية إلى داخل بيوتنا الحل بشكل جدا بسيط عندما تعود إلى منزلك اترك كل منغيصات الحياة الموجودة في الخارج على باب البيت تأكد تماما لن يأخذها أحد عندما تعود فتغادر ستحملها معك مرة أخرى لكن عندما تدخل إلى منزلك تأكد تماما بأنك العنصر الرئيسي في منح هذا المنزل السعادة والطاقة والحركة والنشاط والفرح ابتسم بوجه زوجتك ابتسم باتجاه أولادك ابتسموا باتجاه أبائكم ابتسموا باتجاه زوجك وأولادك الابتسامة تلغي حالة القلق فنعود إلى مرحلة الأرق لماذا لا أستطيع النوم؟ لماذا يجب علي أن أخذ المهدئات قبل أن أنام؟ لماذا يجب علي أن أخذ المرخيات قبل أن أنام؟ ورغم ذلك لا أشعر برغبتي في النوم الأرق له علاقة في خطاب ومحادث العقل اللاوعي الموجود عند هذا الإنسان كيف يمكن أن يتخلص من هذه الأمور؟ آية من القرآن تكفي وأحيانا يكون الاستحمام يكون أحيانا الوضوء يكون أحيانا شرب العصير الخفيف وتدليك الجسر ببعض أنواع الأحجار الكريمة للتخلص من الطاقات السلبية ثم الدخول إلى مرحلة النوم بأمر إلى العقل اللاوعي عندما أقول له أنا أدخل في مرحلة النوم البسيط ثم أنا أدخل في مرحلة النوم البسيط ثم أدخل في مرحلة النوم البسيط هذه الرسائل التوكيدية تؤكد على العقل حالة الاسترخاء ثم يزول الأرق مع التمارين المستمرة المتعلقة بالاسترخاءات ما قبل النوم كل السعادة والهناء والفرح والسرور وراحة البال دون أرق لكم جميعا إذن مشاهدين الكرام بعدما تابعنا هذه الفقرة مع الدكتور حكم الزمان هاش محاول الأرق نكمل محاول هذه الحلقة مع الدكتورة إشراقة عوض المبارك إذن دكتورة إشراقة تفضلتي بأن الإنسان يجب أن ينفس عما في داخله حتى أنه يبتعد وما يدخل في دوامة الأرق ودوامة قلة النوم لكن لو نذكر ما هي الفئة التي قد تتعرض للأرق أكثر هل ممكن ربما الطفل قد يتعرض للأرق أو حتى الكهل أو حتى الشاب طبعا أبدأ لك من الكهول الكهول طبعا فيه كل ما تقدم العمر كل ما قلت ساعة النوم يعني يقول أنه هو يحتاج نفسه لعدد الساعات لكن من الدراسات أنه عمر فوق الستين هم أكثر عرضة للأرق بالنسبة للناس اللي بيكونوا في الوسط اللي في عمر الشباب وفي عمر العمل هم دي بيكونوا أكثر عرضة للضغوط لأنهما أكثر عرضة للأرق لأنهما أكثر عرضة للضغوط هما عندهم حياة عندهم عمل عندهم متفاعل اتماعي أكثر بالنسبة للأطفال أسباب الأرق تكون سلوكية أكثر يعني يعني الأطفال الحين مثلا أن الطفل بيكون بيستخدم أشياء محفزة قبل النوم يعني إذا الطفل كان جالس على بلستيشن يكون في نشاط ويكون في جسم محفز فما بيكون بسهولة أنه ينام وكثير أنه في عادات أنه مثلا ناس تسهر بالليل وتصحى الصباح وحيانا في أوقات معينا في رمضان في كذا فالأطفال دائما السهر بيقدري مع أنه كثير كثير فيه ضرر للأطفال وأنا بنبه من هنا الأسر أنه يعني ما أسمح للأطفال بأنه يسهروا وأنه يعني يضعوا وقت معي للنوم يكون في جدول للعب جدول للنوم مثلا بلعب بالستيشن أو في السوشال ميديا أو كذا فهنا الساعة البيولوجية بتاعته تنضبط على هذا الوقت فما يقدر ينام فبدون ما يكون فيه أسباب مثل اللي ذكرنا يكون فيه عنده أرق ما يستطيع أنه ينام إضافة لأنه يعني مثلا عادتنا نحنا برضو فيه أخطاء يعني يعني إحنا مثلا الأمهات إنك إنتي قاسة وكل البيت ضاوي وكل اللي تات شغاله وإنتي قاسة مثلا وقاسة تشوف التلفزيون يقول للأطفال سيروا ناموا أكيد ما راح يناموا أكيد فلازم يكون فيه في بيئة النوم يعني إحنا قبل لأننا ننام حتى بالنسبة لإحنا كبار فيه بيئة النوم اللي هي خفض اللي تات ونوم والبيئة والسرير وكذا يعني تحيئة نيسان للنوم أو تحيئة حتى الطفل للنوم فلما نكون البيت كله مستيغز وقوم بأنشطة مختلفة ونطلب من الأطفال أنه يروح يناموا فأكيد ما راح يناموا نعم هل الأطعمة تؤثر على نسبة النوم عند الطفل؟ الأطعمة لكل الناس للناس الصغار والكبار إذا كان الإنسان يعني أكل وجبة دسمة نفس الشي برضو بتأثر لأنه ممكن يكون فيه ارتجاع ممكن يكون في حلقان فهي من الأسباب نفس الشي برضو بتأدي لقلة النوم إنه إنسان ما يستطيع ينام أو ينام بصعوبة شديدة لأنه مثلا إذا أكل وجبات دسمة نعم إذن دكتورة أشرق نكمل هذا المحور لكن أستأذنك مع مشاهدين الكرام ننتقل إلى فاصل قصير ونكمل بعدها محاور برنامج ما وراء الوجوه ابقوا معنا عدنا لكم مشاهدين الكرام من بعد هذا الفاصل ونكمل هذا الحوار من برنامج ما وراء الوجوه مع الدكتورة إشراقة إذن دكتورة إشراقة قبل الفاصل نتكلم عن الأرق وأسباب الأرق وكيف يصل بالإساءة أن يصل إلى هذا المرحلة من قلة عدد ساعات النوم لكن الآن في هذا المحور نتناول الطرق العلاجية فقبل أن نذكر طرق العلاجية دكتورة إشراقة بس لو نتكلم كذلك عن موضوع آخر موضوع هل الأرق مضاعفات على الصحة البدنية؟ نعم طبعا الأرق يؤثر على الإنسان في كل المحاور يؤثر في الصحة البيولوجية للجسم نعم اللي في مستوى الطاقة يكون فيه الخفاض في مستوى الطاقة ومستوى الأداء يؤثر في صحة العقلية والنفسية اللي يكون فيه تبدل دائما في المزاج يكون فيه شعور بالنعاس يكون فيه شعور بالتوتر وشعور بعضم الراحة إضافة لأنه يؤثر على الوظيفة المعرفية اللي هي التفكير والزاكرة والانتباه ويؤثر عليهم في أنه يخفط يعني يكون فيه تركيز والنسيان كثير يعني ويؤثر كذلك على الإنسان في صحة في تعامله في الحياة اليومية التفاعل الاتجماعي بينه وبين الآخرين يكون أدامه مخفض ويكون مثلا الإنسان بيميل دائما لأنه يشعر دائما بالتعب بالتعب نعم إذن دكتورة متى يلجأ الشخص إلى الطبيب طيب طبعا فيه أشياء اللي هي حسب الأسباب فيه أشياء إذا كان مثلا سلوكية أولا الإنسان لازم يكون عنده يقين بأنه يريد يغير أو يبدل أو يريد أنه يتخلص من هذه العادة ويتخلص من الأرق ففيه أشياء سلوكية نحن من التبعاء سلوكيات خاطئة أول حاجة نعدل سلوكيات الخاطئة اللي هي مثلا الأكل المتأخر مثلا زي ما ذكرنا السوشال ميديا وهي الحين نفتكر أنه هي المشكلة الأصلية يعني يحاول الإنسان يتعامل مع مشكلات الحياة اليومية ويخف من الضغوط يخف من التوتر إذا ما صار فيه أشياء طبعا طبيعية اللي هي استخدام بعد المشروبات الدافئة قبل النوم وممارسة التمارين الرياضية فيه أشياء طبعا بعد ذلك يلجأ للطبيب الطبيب طبعا فيه علاج بشقين فيه استخدام العقاقير وده أكثر الناس وما محبس من ناحية طبية أنه لفترات محدودة يعني يعني ما نسان طول حياة يعيش على يعني أو لفترات طويلة يعني يمكن أسابيع لأن مثلا إذا كان في حالة مثلا في حالة وفاة أو في حالة خسارة في شيء فممكن استعامل عقاقير لفترة لحد ما يتأقلم عن المشكلة العلاج السلوكي اللي هو علاج المعرف السلوكي نعم ناخد نقطة نقطة دكتور عساسنا كنت أتركي المشاهدي الكرام يعني نفصل معاهم تفضلتي بالنسبة للعلاج الطبيعي من خلال شرب المشروبات المعينة هذه المشروبات كنت أشربها قبل النوم قبل النوم قبل النوم يعني مثلا حليب الدافي ألبابونج أيخوة دش دافي أيوه يمارس رياضة مثلا قبل المعينة رياضات معينة يمشي يوميا في الوقت اللي هو بقى النسبة لي ومتاح يعني أيوه يمارس الرياضة اليوغا كذلك أعتقد أنها تساعد على في اليوغا فيه كمان تمارين الاسترخاء الاسترخاء والتنفس والتنفس وفيه طبعا في ناس القرآن والتسبيح والأدعية والأسكار اليومية برضو وتهدي من النفس والقراءة أولا استماع لشي أنت تحب إذا كان نستمع للموسيقى نعم إذن فيه أمور طبيعية تهدي من النفس وتقلل من هذا الاضطراب الخاص بالنوم لكن المرحلة الأخرى ربما تكون مرحلة العقاقير اللجوء إلى الطبيب ويعطيه عقاقير بعيدة تهدي وتساعد على النوم نعم نتكلم في هذا المرحلة طيب بالنسبة للعقاقير أصلا طبعا فيه عقاقير بتأدي للأرق تزيد الأرق فيه عقاقير مثلا فيه ناس بتناول بعض الأدوية مثلا مثلا أدوية الربو مثلا مضادات الاكتياف فيه أدوية أصلا بتأدي للأرق نعم وفيه أدوية تستخدم لمساعدة الإنسان أنه ينام وهذه ما محبزة أنه الواحد استخدمه لفترات طويلة أنه لفترة أنا ذكرت أنه يكون فيه أسباب مثلا وفاو هذا الواحد يستخدمه لفترة لينما يتأقلم ويتقبل للوضع وكذا اللي هي مرحلة تسمى من بعض الصدمة نعم ممكن نحن نستخدم فيها لأسبوع السبعين استخدم العقاقير العلاج الثاني اللي هو العلاج السلوكي السلوك المعرفي السلوكي العيادي 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 اللي هو مثلا العلاج السلوكي المعرفي اللي هو بتحليل المشكلة ومعالجة الأسباب وعمل الجلسات ومساعدة المريض في أن يحيل أزماته ويحيل صراعاته ويتعامل مع محطيات تلبيه الموجودة عنده وتدريبه على حل المشكلات إضافة له تدريبه على التمارين الاسترخاء وتمارين التنفس إذن دكتور أشراقة اليوم في هذه الحلقة نحودنا إذن كذلك من يتابعنا من خلال قناة الشرقة يمكنهم برنامج ما وراء الوجوه أن ننور المشاهد كيفية الابتعاد عن الأرق وكيفية علاج هذا الأرق كلمة أخيرة للدكتور أشراقة ونتكلم في هذا الموضوع أول حاجة لازم إنسان يكون عنده جدول ويكون عنده برنامج ثابت للنوم يعني النوم لازم إنسان يحاول قدر المستطاع أنه يحصل نفسه مثلا لو ما بالدقيقة يعني خلال ساعة أنه ينام في هذا الوقت النوم الوقت المتقطع مثلا وقت الغيلولة لساعات طويلة نفس الشيء ممكن يسبب الأرق لازم إنسان ينظم وقته ويكون مثلا يتبع بعض العادات الصحية للنوم يهيئ بيئة النوم يهيئ نفسه إنه خلاص بينام يحاول قدر المستطاع إنه يضغط نفسه إنه الوقت اللي يحدد إنه ينام في جدوله الزمني ينام فيه يبتعد عن الضغوط يبتعد في حاجة مهمة جدا عن التفكير في المشكلات أثناء النوم يعني أنت تنمشي تنام أول ما تروح السرير تبتدد تكتر المشكلات وتكتر الصراعات تكتر هذا برضو خطأ كبير جدا فالإنسان يروح إنه وغرر خلاص إنه بينام ويحصل نفسه في جدول أو في وقت للنوم يمارس بعدها الحاجات المحببة لنفسه قبل النوم هذا برضو مهم جدا ذكرتي إنه تنظيم الوقت حاولنا نلملم الموضوع وقبل يخلص البرنامج تنظيم الوقت وكذلك ذكرتي اللي هي موضوع القيلولة أعتقدنا موضوع القيلولة من الأمور اللي هي يتحدد ساعات نومي بالليل موضوع القيلولة في أشخاص ممكن تكون قيلولتهم ربع ساعة وفي أشخاص ممكن تكون قيلولتهم ساعة أو تمتد إلى ساعة ونصف وغلب الوقت القيلولة في فترة المساء أو بعد الرجوع من العمل لكن بنظرك دكتورة إشراقة أفضل وقت للقيلولة والساعات الطبيعية لقيلولة الإنسان حتى ما تأثر في نومة بالليل طبعا بعد الساعة من الساعة واحدة يمكن لي قبل الساعة ثلاثة إنسان إذا أنا بعد أربعة أو بعد خمسة دي ما تحتبر قيلولة يعني حتى في الوقت المعروف بالنسبة لها إنه نسميها قيلولة هي وقت المقيل اللي هي الظهور بعد صلاة الظهور لكن أغلبنا عاملين لكن العاملين يجي بعد الساعة ثلاثة نصل بالساعة أربعة ودي كثير بعانوا منها الأطفال أحيانا لوحد يجي من المدرسة ينام أو أنت تجي من الدوم تلقيه أولادك نايمين فتشوفون حرام ما ببصح يوم هذا خطأ يعني فلازم الواحد أن ننظم وقته الغيلولة مطلوب لكن عشان استعيد الجسم نشاطه نعم لكن فترة بسيطة يعني والواحد يكون مثلا أحيانا ما يكون ماكل شي تتغيل يعني يكون ماكل بسيط فإذا أنت أكلت ونمت خلاص يعني ده بيأثر أكيد على النوم في الليل يعني وفي حاجة مهمة جدا النوم بالليل لا تعوضه ساعات نوم النهار بالذات بالنسبة للأطفال نعم وحتى الكبار يعني النوم بالليل فيه السكون وفيه السبات اللي تكلم عنه القرآن فبالليل النوم هو يعني بدي الجسم فيه أشياء كثيرة بتحدث في الدماغ وفيه عمليات كثيرة بتحدث في الجسم عمليات فيزيائية عمليات تغييرات هرمونية بتحدث في جسم أثناء النوم فهذه مهمة جدا إننا نحن نعم في الوقت هذا يعني إذن دكتورة إشراقة سعيدة بهذا اللقاء وسعيدة بأن اليوم عرفنا مشاهدي الكرام عن الأرق وقلة النوم شكرا جزيلا وإن شاء الله يعني نكون ضئنا بعض النقاط بالنسبة للمشاهدين شكرا لك إذن مشاهدي الكرام كانت معنا الدكتورة إشراقة عوض المباركة أخصائية نفسية والآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ما وراء وجوه قبل الختام مشاهدي الكرام أثبت الدراسات عديدة في علم النفس أن بعض الأشخاص حول العالم يستطيعون الاستيقاظ في الوقت المحدد الذي يريدونه وبدون تدخل من العالم الخارجي أي بدون منبه أو ساعة تنبيه بمعنى آخر لديهم منبه طبيعي وبيلوجي في داخل هذا الشخص وتقول الدراسة كذلك أن هؤلاء الأشخاص لديهم إحساس مضاعف عن غيرهم بالمسؤولية إلى هنا مشاهدي الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ما وراء الوجوه نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم بخلقة جديدة وضيوف جدد ونزيح القناع عن شخصية جديدة مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة